وعلى النقيد بقى هنتكلم على النقيد تماما على اتحاد الكورة واللي بيحصل في اتحاد الكورة وانا امبارح لما بدأت اتكلم على اتحاد الكورة بص يا جماعة انا بجيب من الاخر انا قلت وشبهت المشهد اللي شايفينه في القرى المصرية بعلم سمسم الكرتو اللي بنحبه كلنا واحنا صغيري وبنتفرج على الغد دلوقتي علم سمسم علم سمسم ليه؟ لان احنا بنشوف حاجات مش طبيعية والله والله العظيم حاجات مش طبيعية ولا حاجات منطقية امبارح مباراة الزمالك واسموحة واللي فاس فيها اسموحة بهدف مقابل لشيء كان مباراة بيديرها الحاكم الدولي الكابتن محمود البن وكان على تقنية الفار الكابتن محمد الصباحي مباراة ممكن يكون فيها اقطاع تحكمية وارد جدا ممكن يكون فيها مواقف تحكمية نستفيد منها اكيد ده شيء ممكن يكون كويس جدا ومطلوب جدا سواء لين او للحكام اللي بيحكموا او حتى اللي بيتفرجوا ولكن احنا وصلنا لمرحلة ان بقى التحكيم بالعافية ان التحكيم اصبح على المزاج ان التحكيم اصبح انا رقم واحد في مصر فمحدش يخلفني محدش يقول انت غلط وانا هنا من شاشة قناة الاهلي قبل ست شهور وقلت واستعرضت وقتها موقف الحكام المصريين في تصنيف الاتحاد الافريقي وقتها لما استعرضت حتى التصنيف ناس كتير استغربت وجهت لرسائل وجات لرسائل كتيرة وانا حتى وقتها والله سألت بشكل مباشر الكابتن محمود البنة هو انت بعيد ليه عن المشهد في القرى الافريقية وانت ليه ما بتاخدش مباراة كبيرة انت ليه في التصنيف خارج التصنيف يا كابتن محمود في الظل ان في حكام ممكن ما بتاخدش عدد مباراة في الدور المصري بنفس الحجم اللي انت بتاخده ولكن مصنفة على المستوى الافريقي اكبر منك هو وقتها حتى لما سألته مكانش عنده رده وقال لا انا مش عايف حتى لجنة حكام افريقيا بتتعامل معايا ازاي بالشكل ده بس انا وقتها انا سألته للنظامير المهني يستدعي اللي انا اسأل الكابتن محمود البنة ليه انت في افريقيا بعيد وفي الدور المصري بتاخد مطشط كتيرة ما هو الطبيعي بتاخد مطشط كتيرة في مصري بانت مصنف في افريقي ولكن الوضع مختلف فابتديت ارائب وتابع واتفرج على المطشط وبيبقى ليه نظرة مختلفة شوية عن الناس اللي دايما بتستعرض او بتتكلم على حكام فيه هستوري كويس من سنتين ثلاثة اوكي من سنتين ثلاثة كان حكم رقم واحد في مصر ولكن كل مسلم تحكيمي اكيد المستوى زي اي لعيب النهاردة في لعيب رقم واحد في مصر السنة اللي بعدها رقم ثلاثة ورقم اربعة نفس الامر للتحكيم انت من ثلاثة سنين كنت رقم واحد السنة دي مستوىك التحكيمي ضعيف مستوىك التحكيمي متراجع هل بقى وقتها الحكم بيبص كده في المراية وبيشوف نفسه هل هو فعلا مستوى كويس ولا مستوى متراجع لو الحكم امين مع نفسه ومعندوش غرور ومش شايف نفسه هيشوف كل مرحلة هو وصل فيها ويبدأ يراجع نفسه الناس بتتكلم عني كويس انا تحكميا واخد وضع بشكل كويس سواء محلي او قري يبقى الحمد لله فيه اخطاء تحكمية والناس بتنتقدني اسمع الاخ يعني التعليقات دي واشوف الايجابي منها والسلب منها الايجابي منها استفيد منه لكن تسمع دايما ان كل الناس اللي بتنتقدك ان هي دايما ضدك يبقى انت كده بترجع كتير لورا وده اللي بيحصل دلوقتي وده اللي قلته من ست شهور انا دايما في ملف التحكيم ما بحبش اروح للحالات التحكمية عندنا خبراء التحكيم الحمد لله على اعلى مستوى في مصر والكابتن نصر عباس هنا الحمد لله لما بتناول ملفات التحكيم والاخطاء التحكمية بتبقى لوجهة نظر فنية بشكل رائع جدا وكلكم سمعتوا مبارح رأيه ورأي كل خبراء التحكيم في كل القناة ما فيش مبارح حد اختلف على الاخطاء التحكمية اللي حصلت في كل مباراة كله بلا استثناء اعترف ان ماتش مبارح كان فيه اخطاء تحكيمية جسيمة انا بحاول اختار المعاني عشان عارف في ناس بتزعل وفي ناس بتعتبر ان هي شخصانة وانا هنا والله العظيم عندي اي امور شخصانة مع اي حد بما فيهم حتى الكابتن محمود البنة وبتكلم لمصلحته الشخصية واعتقد اللي حصل انباح ده محتاج يقف مع نفسه شوية ويشوف اخطاء ايه انا في شهر الرمضان قلت بصوت عالي كابتن محمود البنة مستوى متراجع كابتن محمود البنة مستوى ضعيف كابتن محمود البنة عنده مشاكل حصل اتفكاسه الامم ورجع بعد احدى مباريات الدور رؤ كان دور 16 اعتقد وكان ساعتها معا بير اتش اعتقد كانت مباراة الكاميران والسنغال وساعتها زعل وفي مباراة الاهلي والبنك الاهلي زعل والنهاردة هتزعل من مصر كلها مش معقولة فنصحتي للكابتن محمود البنة اقف مع نفسك سيبك من اللجنة اللي كل ما بتديك ماتشاط بتحس اللي انت شغال صح وانت اصلا شغال غلط اخطأ التحكمان براح كانت كتيرة جدا المعايير بتاعتك كانت مختلفة وانا قلت قبلها من 6 شهور التصنيف بيقول احنا وضعنا فيهم على المستوى الافريقي فيه تراجع للكابتن محمود البنة مباراة الدوري اثباتت ده كابتن محمود البنة كمان عنده حاجة تانية غريبة جدا ودي هيتبقى مفاجأة لكل الناس لان الناس دايما بتتكلم على الاخطاء التحكمية انا عندي لكم فجأة النهاردة لانا دايما في ملف التحكمية وانا سيطلع بمفاجأات كابتن محمود البنة كان حاكم فار في مباراة الزمالك والبنك الاهل الاسبوع اللي بعدي جي حاكم ملعب في مباراة سموحة والزمالك هل من المنطقي ان حاكم يتقرر لفريق مرتين متتاليتين في اسبوعين ورا بعض غلط مش صح واللجنة مش مركزة طيب هل تتخيلوا ان حاكم الفار اللي كان المفترض ان يكون موجود مبارح في مباراة الزمالك وسموحة ما كانش الكابتن محمد الصباحي انا بقول لكم كلام الرسمي وصلي من لجنة الحكام ما كانش الكابتن محمد الصباحي عارفين كان مين؟ كان الكابتن وقايا الفرحان بس الكابتن وقايا الفرحان اعتذر ليه اعتذر لللجنة؟ لان الرجل قال لهم انا كنت في مطش سموحة والمقاولين في مطش سموحة والمقاولين فما ينفعش اكونفار او ما ينفعش حكم مطش سموحة والمقاولين واجي بعدها بإزموح أكون ظار في مطش الزمانك وسموحها الناس تقول عليها إيه على طول في مطشط سموحها إيه الأسباب فالرجل اعتذر اعتذر لللجنة واللجنة تقبلت اعتذاره وبالتالي تم تعيين الكابتن محمد الصباح أنا بقول لكم كواليس والله العظيم محد يعرفها كلام ده من قلب اللجنة طب الكابتن محمود البنة وانت حكم كبير ينفع تكون ظار في مطش الزمانك والبنك الأهلي وتيجي حكم ملعب في مطش اسموحها والزمانك ما انت قلت في الزمانك الأسبوع اللي فات وسبحان الله اللعبة اللي حسبها كابتن محمد عادل وهي ضرب الجزاء السليمة وصحيحة على فريل بنك الأهلي لصالح سامسون لعب داد الزمانك تتكرر في مباراة الزمانك وسموحها وحكم الفار اللي كان في مطش الزمانك اعتمد القرار وقال لي محمد عادل هي فعلا كنفيرم ضرب الجزاء وجين بارح شافي الشدة برضو بس ما اعتمدهاش ولما الفار راجعوا قالوا انا مش مقتنع رغم ان انا اعرف مفيش حاجة اسمها في التحكيم انا مش مقتنع في حاجة في التحكيم اسمها القانون بيقول ايه واحد زاد واحد ساو اتنين انا مش مقتنع دي ابنلعب في الشارع ولكن انا اش بتكلم في الاخطاء بس ان انا بتكلم كمان في معايير التعينات اللي ممكن تحصل للحكاب فالكابتن محمود البنة كان موجود حكم مطش الزمالك والبنك الآلي في الفار وجاء على طول بعدها بأسبوع نزل ملعب سموحة والزمالك هو مش كشف انتاج يا لجنة ويا كابتن محمود البنة ده مش كشف انتاج انا جميعا نعمل كشف انتاج والله بعدد المباريات قط وقفنا ثلاث أسابيع فعايزيننا عواضهم بعدد مباريات المفوضة احنا حكام كبار يعني وروحنا بطولات خرية كبيرة مش هيجي في السيفي بتاعنا او في اخر المسلم انا قدرت 16 مباراة وانا كده الرقم واحد في مصر بعدد مبارياتي هل حد خد باله من الجزئية دي؟ محدش خد باله هل حد يعرف ان الكابتن ويا الفرحاني اعتذر؟ محدش يعرف